الماتشو الأخير في ريال الأخير ماتش ماتش الساكند ليد لعبه كويس هو الماتش الأولين خلاص هو اللقاء كان ماتش تاني الماتش التاني كانوا كويسين جدا ضياعة فرص يعني حتى كلوب تلقى بعد الماتش ضياعة فرص المفروض طبيعي أن هم كانوا يجيبوها صلاح كان عنده واحدة في أول الماتش في أول الماتش لكن زيدان تاني يا سيد بيزدد من هم ضرب كبير جدا تعرف غيابات كبيرة جدا في الديفنس كله مش موجود غران وراموس كل العيلة الأسية مش موجودة ورغم كده زيدان بيزدد ان هو بيعرف ازاي يدين الماتشو الأخير الماتشو الأخير الكبيرة بيعرف بس الشوت التاني ساب الاستحواز كله ريفر بول وقافل عمدوش مشكلة سيف هو ان هو بيلعب على هدف معين ان هو ماخدش فيه جون وان هو يقافل كويس وهو عارف ان الكوالاتي بتاعة المدافعين اللي عنده ما ينفعش ان هو يفتح الجيم انت لما يكون عندك مدافعين كوالسين يا سيف تقدر ان انت ممكن تفتح الجيم لان انت عارف ان انت ورا مسلا عندك سرعات عندك لعبة بتاعة تغطي كويس عندك خبرات تنبيعش نفسها ان هو عارف الكوالاتي بتاعة الماتشو ده لازم يحافظ عليهم يحميهم بلعبة حواليهم وهو ده زكاء زيدان ان هو لعب على الكوالاتي بتاعة تلعبت